اكد امين عام الناتو يانس شتالتنبرغ ان حلف شمال الاطلسي سيرد بشكل جماعي اذا فكر الرئيس الروسي في الاعتداء على اي دولة في الحلف كما قال في كلمة ان الحرب في اوكرانيا هي اخطر لحظة تعيشها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وانه يتعين عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب وتابع انه ربما يصبح واجبا على الحلف ودوله الاستمرار في دعم اوكرانيا بالاسلحة والمساعدات الاخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة دون نجاح موسكو مضيفا من مصلحتنا ان يفشل هذا النوع من السياسة العدوانية